إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً وبعد فحياكم الله مع انطلاقة هذه الدروس المباركة في سيرة سيد البشر نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وبدايةً أشكر الله سبحانه وتعالى الذي منَّى وتفضل بعقدي مثل هذه اللقاءات العلمية الطيبة والشكر لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلةً بفرع الوزارة بالرياض على رعاية مثل هذه المناشط والدروس العلمية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعةً مباركة والشكر موصولٌ للقائمين على هذا المسجد المبارك فضيلة الإمام والمؤذن واللجنة العلمية على اهتمامهم في ترتيب وتنسيق مثل هذه الدروس واللقاءات المفيدة لا أطيل في هذه المقدمة فسيكون لقائي هذا اليوم عبارة عن مقدمة تتعلق بمعنى السيرة والمصنفات في السيرة وسأبدأ إن شاء الله فعلياً بمحتوى الكتاب في الدرس القادم بإذن الله فالسيرة معاشر الإخوة في اللغة هي الطريقة حسنةً كانت أو قبيحة وهي بهذا التعريف تلتقي مع السنة لأن هذا هو تعريف السنة في اللغة فهي الطريقة حسنةً كانت أو قبيحة لكنهما يفترقان في أمرين تفترق السنة عن السيرة في أمرين الأول أن السنة خاصة بمرحلة التشريع مرحلة البعثة يعني منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي بعث وعمره أربعون سنة وتوفي وعمره ثلاث وستون سنة يعني فترة البعثة أو التشريع أو الوحي ثلاثة وعشرين سنة فالسنة مختصة بما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة أما السيرة فتمتد من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته فالأربعين السنة السابقة لبعثة صلى الله عليه وسلم هي جزء من السيرة وليست جزء من السنة هذا الفارق الأول الفارق الثاني أن السنة لا بد أن تتضمن تشريعاً حكماً شرعياً أما السيرة فهي عبارة عن أحداث قد تتضمن تشريع وقد تكون مجرد وصف وقصص وسبر لمجرى للنبي صلى الله عليه وسلم أما السيرة في اصطراح العلماء فهي معرفة جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل من ولادته إلى وفاته يعني الأحداث المفصلة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى وفاته هذه هي السيرة في اصطلاح العلماء ولذا لما ألفوا الكتب والمصنفات في سيرة صلى الله عليه وسلم كتبوا ما يشمله هذا المعنى وما يدخل تحت هذا العنوان والسيرة مكونة من أربعة أجزاء أجزاء هي في الحقيقة مكونة من أربعة أجزاء الجزء الأول المغازي قزوات النبي صلى الله عليه وسلم والجزء الثاني الشمائل وهي صفاته الخلقية والخلقية والثالث الدلائل وهي البراهين والمعجزات الدالة على نبوته والجزء الرابع الخصائص وهي مختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم والعلماء ألفوا في هذه الأجزاء الأربعة ألفوا في المغازي وألفوا في الشمائل وألفوا في الدلائل وألفوا في الخصائص ومنهم من ألف في السيرة عموماً ما فصل هذه الأجزاء بعضها عن بعض ولو تأملنا المصنفات في السيرة العلماء ألفوا في السيرة عشرات ويمكن مئات المصنفات وليس هذا بغريب لأن هذه الشخصية هذا الإنسان ما وطئ على الكون أفضل منه شخصية بلغت من الكمال درجة ما بلغها أحد فلا يستغرب أن تعتني الأمة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كل حياته هداية هداية للناس كل حياته ليل أو نهار حركة أو سكون صغير أو كبير حياة هذه كلها هداية للناس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الذي يحب الله ويحب ما يرجوه عند الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقتفي خط النبي صلى الله عليه وسلم ومسيرته ولذا كان ابن عمر رضي الله عنهما من أحرص الأمة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد أنه كان يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أدق التفاصيل أحيانا في الحركات لو تأملنا المصنفات في السيرة نجد أنها على أنواع منها الكبير كمؤلف ابن جرير الطبري وابن كثير وابن الأثير والروض الأنف للسهيلي هذه تقع في عدة مجلدات ومنها صغير مثل الدرر في سيرة خير البشر لابن عبد البر رسالة صغيرة ومنها المتوسط ككتاب الفصول الذي سنتدارسه إن شاء الله خلال الأشهر القادمة منها المطول الذي يقع في مجلدات وآلاف الصفحات ومنها المختصر منها المنثور وهو الأكثر ومنها المنظوم منها ما هو مرتب على التسلسل الزمني التاريخي يعني يسرد الأحداث منذ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة مرحلة وسنة بعد سنة إلى وفاته وهذا هو الأكثر في المؤلفات في السيرة ومنها ما هو مرتب على الموضوعات وهو قليل ككتاب جوامع السير لابن حزم وكتاب زاد المعاد لابن القيم فهؤلاء رتبوا السيرة على الموضوعات يعني يأتون لموضوع العبادة يأتون من موضوع الطعام الأسفار المغازي الأكل الخيل الدواب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذونها زوجاته أولاده يأخذونها كموضوعات وليست كتسلسل زمني كتب التاريخ عامة تعتبر مصدر من مصادر السيرة يبدأون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو يضعونها في بداية الكتاب أما مؤلف كتاب الذي إن شاء الله سنتدارسه في الأيام أو في الأشهر القادمة فهو الإمام الحافظ أبو الفدى إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الذي ولد في بداية القرن الثامن وتحديدا سنة سبعمائة وواحد هجرية وتوفي رحمه الله سنة سبعمائة وأربعة وسبعين ولد وعاش بدمشق وتزوج ببنت الإمام المزي ولازمه وأخذ عنه واستفاد منه كثيرا كما أنه تتلمذ على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وبرع في الفنون وولي مشيخة عدد من المدارس ومن أبرزها المدرسة الصالحية التي كان الناظر عليها أو القائم عليها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أثنى عليه شيوخه ومعاصروه ومن جاء بعده وأوضحوا وبينوا إمامته رحمه الله وصنّى في المصنّفات الكثيرة في الفنون المتعدلة في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي السيرة فهو إمام كبير مفنّن ولذا سنجد عصارة من عصارات هذا العلم قد سكبها رحمه الله في هذا الكتاب الذي سنتدارسه خلال الأشهر القادمة وكتابه سمّاه الفصول في اختصار سيرة الرسول لأنه ألف البداية والنهاية وجعل جزءا منه مختصا بالسيرة لكن كان مقدار كبير يقع في أربعة مجلدات فوجد أن هذا المطول لا بد أن يختصر فاختصره في هذا الكتاب الذي سنتدارسه إن شاء الله في الدروس القادمة أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر